سنبدأ فقرة المطبخ مع الفنان يوان وهو الذي سيتطبخ لنا اليوم أول مرة متهيق لتطبخ في أي برنامج أول مرة أطبخ لنا صح سبق لكم ليس أول مرة أطبخ لكن في برنامج أول مرة سنقوم بأكل لبناني نحن نحب أول فاتوش والتنبولة والشيئات قلت لنا أننا ممكن أن نقوم بأكل فاتوش ما رأيك نقول للستات ورجالة اللي بيشوفونا أنا عادة في رجالة عادين في البيوت لوحدهم وكمان بيحبوا الأكل إزاي بقى نعمل الفاتوش في الحاجات المكونات الفاتوش طبعا زي الجريك سالد نفس المكونات بس بنحط فيه بقى حسب الموسم كل الحاجات الخضرة الموجودة يعني ممكن برضو النعناع موجود أهو حاجات زي الجزر والطماطم لا جزر ما منحطش عادة بس منحط طماطم خيار خاس طبعا خل تفاح خل تفاح ده إيه خل تفاح ده خل تفاح زيت زتون طبعا ده بهارسود مفروض ده ملح كله موجود تمام والفجل ضروري سمق؟ أه سمق أساسي في الفاتوش يبقى تمام وأنا عادة ما بعمله هو قطيب مقلي بس أنا بحمصه كده على الغاز عشان الكالوريز أوكي عشان ما نتخانش يعني عشان ما نتخانش بس كده احنا عملناس الزيت بيستعموا في الزيت حلو أول بس مدام بقى حنطبخ يبقى نشمر اه شمر بقى وده فجل ده فجل ضروري احنا بقى في لبنان عادة الفاتوش منخلي القطع الطماطم كبيرة والخضر كلها منخليها كبيرة اه مش هي احنا قطعوه شوية صغير بس في بيروت هو اللي انتشر طريقة الجبلية بس في بيروت منعمله صغير كده صغيرة كده بس أصلا الخضروات والفواكه لما تبقى كبيرة بتبقى الفايدة فيها أكتر أحلى اه صح وما بتبقاش جوسي قوي بقى بتحس بكل حاجة بقى نبتدي يلا بينا نقرب الطبق هنا اه مجمال اه نبتدي نحط ايه ممكن المعلقة الثانية اه طبعا اه دي نجيب ده هنا اه طبعا يلا بينا يلا بينا بسم الله فاعدك لا ده انت شاكلك اه طبعا يعني على قد مقدر اه طبعا ده الخاس ده الوش نزيد بقى الطماطم اه هو لازم يتحط تحت يعني لا احنا هنرجح هنرجع نخلطهم بعد ما نضع زيت زتون وحاجات كده طبعا الطماطم بقى اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا انا بحب الطماطم زيادة اه طبعا اه طبعا من غير الجوس بتاعها اه هي مهمة قوي الطماطم اه الخيار اه اه طبعا اه طبعا كمان الفلفل الالوان بيبقى حلوة قوي بيتحط فيها كمان الفلفل ها فيه فلفل لا الفلفل اه احنا ما نضع فلفل اه طبعا لا المطربة لما كلها بديوا يتحكوا علينا اه اه انا بلاحظ حتى لما بييجي المطبخ الصيني عندنا والمطبخ التانية يتغير منغير حاجات اه على اساس الخدار الموجود اه الفلفل منستعمل في المطبخ المصري بكثير استعمله أكثر من عندنا انا بحبه قوي برضو ومفيد جدا في حديد كمان اه فعلا النعنع بقى انا بحب النعنع كله النعنع هم بيقولوا النعنع احنا بيقولوا النعنع نعنع 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 اه 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 ذعتر ما منحطش زعتر ما بتحطوش زعتر لا جزر ما منحطش اوكي ما نحط بقى الفجل بس بيكون متقطع على رباع اه مش كده يعني اه رباع وسميكة بس كده كويس احلف بسماها وبتربها احلف بضربها وأبوابها احلف بالأمح وبالمصنى احلف بالمدنى وبال بالمدفع بالمدفع بولادي وأيامي الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما نعايش فوق الدنيا الله هنحط ايدا دلوقتي احنا طبيق ده بالغنى وبالحاجات انت اصلا بتغني وانت بتعمل اي حاجة اه انا وصغير كنت دايما بغني وبدوش ببايا بيقول لي ما تروح نعمل المطرب بقى وتخلصنا ده انت قلت لي اسمه ايه؟ بابا مروان اه ده اسمه سماء سماء اوكي البصل والبصل ده الأبيض مش الشالوتس الأحمر اه البصل ضروري قوي اوكي انتو بتطبخوه بالأبيض اه بنعمله مش طبخ ده طبخ عارفة اه بتعمله اه اه مديش نجم او ضيف مجالي فقرة المطبخ الا ما لازم اطلع من هنا ابيض انا بحاول قفتي كده وبان حاجة اه انا مديش في المطبخ ابدا انت قلت حاجة اه اسم الله عليك لما كنا بتاخد بالك من كل حاجة قلتلك انت فلع صنايع اه الا الطبيق اه الا الطبيق اه اه زيت الزيتون بقى صدقني حاولت كثير لازم كثير زيت زيتون اه حلو وده واحدة ما نحط دوبسا روما فده كويس قوي اه انا حضيف من المعلقة ماشي عشان كثير مش حل هاة على فكرة فكرة المطبخ من احلى الفكرة يا استاذ يا مخرج اه اه لنصاب اه